بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن ولاية الفقهاء هي كولاية المعصومين عليهم السلام إلا ما استثني من شؤون المعصوم المعصوم مع فرض أنه لا يخطئ ولا ينسى ولا يذنب مع فرض ذلك دائرة تصرفه دائرة غير محدودة سعة جريان حكمه واسعة جدا ولكن الفقهاء العادل مهما كان فلا يمكن أن يكون كالمعصوم عليه السلام فإذا هناك بعض المستثنيات البسيطة التي يكون أمر المعصوم فيها نافذا على الجميع لكن هذه لأنها من مختصات المعصوم لا تصل إلى الفقه العادل فإذا بناء على هذا الرعي أن دائرة تصرف الفقه وولايته دائرة واسعة تشمل القضايا الفردية قضايا الاجتماعية قضايا السياسية قضايا إقامة الحدود الحرب والسلم وما شابه ذلك إلا بعض المستثنيات مما هو خاص بالمعصوم عليه السلام لكن ذهب فريق آخر من الفقهاء ولعله المشهور إلى أن الولاية الثابتة للفقيه هي ولاية محدودة بماذا؟ محدودة بأمور نحن نعلم أن الشارع لا يرضى بتركها المشرع الإسلامي لا يرضى بأن تضيع الأوقاف أوقاف موجودة طيب ولا يوجد لها ولي على سبيل المثال طيب هذه الأوقاف تريد تروح فيما بعد على سبيل المثال ويجي بعض هؤلاء الناس عبدت الدنيا وللأسف يوجد بعض منهم في بعض المجتمعات وقف قد وقف بنحو شرعي صحيح وبناء عليه لا يجوز بيعه ولا يجوز هبته ولا يجوز نقله بنقل من النواقل الشخصية للملك طيب يجي فد واحد لكي يدخل في بطنه الحرام والسحد فيقوم ببيع هذا الوقف ويستحل المال فيأكل بذلك سحتا فيأكل بذلك سحتا وطبعا هذا الإنسان كما تعلمون الوقف عندما يباع حتى لو بيع عشرين مرة مع كونه وقفا ما لم يكن هناك بعض الاستثناءات في بيع الوقف مثل ما إذا اندثر وهذا أيضا لابد أن يكون تحت رعاية الحاكم الشرعي والفقيه العادل في بعض الموارد يجوز فيها بيع الوقف أما الحالة العادية في غير هذا المورد لا يجوز بيع الوقف ولو بيع عشرين مرة ما ينتقل ذاك الرقم العشرين اللي اشتراه لا يملكه لابد أن يرجع وقفا كما كان ولا يستحل من باعه فلسا واحدا منه إنما أدخل في بطنه نارا وسيصل على أثر ذلك سعيرا